زين طفولتك كيف كانت؟ أما تحب العكل من شو تصغير؟ طبعاً طبعاً كانت والدتي يعني يعني هي موجودة كانت عدتها قاعدة وهم نرجع نقول للصفات المجتمعية أنه الطفل إذا موسمين يعني أهلم أموك لي زين فكانت يعني حياتي عبارة عن بتيتة ولحم ودجاج فمنها صدفة أنه أنا تربيت ببيت يعني أهلي موظفين فتدرين أكل الموظفين أو الموظفة اللي يعني هو لازم تمنو مرقل يعني بالتالي هي مو موجودة اليوم كله فهذا غدانة أنا ما أحببها القد فأضطر أطبخ تعلمت فمنها يعني هاي شون الحاجة شون تؤدي إلى الوسيلة ما تقلت شون عمرك؟ يعني أنا أول مرة طبخت بيها أذكر سويت مخلمة أزمت بيها كل جهار يعني نزقهاي وهي شيء عشر سنين واو ايه عشر سنين حلو وطلعت طيبة خليت بيها حموص وخليت بيها براض وطماضة يعني كل شيء موجود بس كل أكلت يعني أنا أحد علم أكله أنه هيد شيء يعني لا لا هيد شيء بديهية يعني أنا الشيء لحد الآن أذكر بيوم من الأيام سويت تمن تمن أصفر بشعرية هو وراء المخلمة يعني الثاني أكله بعد المخلمة فأجدت والدتي من الدوام ووالدي فاته وشوفه لا أوكي هو تمن أبيض البارحة احنا مسوين فهذا منين أجد تمن أصفر بشعرية يعني قلت لهم أنا مسوي لا يعني ما معقوله ما أخذه من جرانا أو أي شيء ما صادقه وطلع مضبوط لا معجن يعني مفلفل وحباية تتخبل وهي شيء يعني أنا أول مرة طبخت بها التمن مرة أول شيء حركته ومرة عجن كله زيان يعني بيجو مستقبل شيف لا يعني ما أحبط طبخته بصراحة زيان